بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله القيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم وأرجو أن لا تنسوني من الدعاء إن شاء الله في هذه الليالي المباركة ولا سيما في الليلة القدر إن شاء الله بالحقيقة أنا كنت في زيارة للعراق زيارة خاصة يعني وتجولت في عدد من المدن العراقية في النجف والكوفة وكربلا وبغداد والسليمانية وأربيل والحلة ورأيت المظاهر الدينية وصلوات الجمعة تقام هنا وهناك سواء عند ما يسمى بالسنة وما يسمى بالشيعة ومع الأسف الشديد فقط في كربلا لم أرى هذه الصلاة صلاة الجمعة كما تعرفون هي واجبة بالصريح القرآن الكريم وجميع المسلمين كانوا يؤدون الصلاة ولا سيما الشيعة الإمامية الأثنى عشرية حتى كانوا يقيمون صلاة الجمعة حتى منتصف القرن الخامس الهجري عندما حدثت بعض الفتن في بغداد وأحركت مكتبة الشيخ الطوسي الذي كان يؤدي صلاة الجمعة في مسجد براثة في بغداد في جانب الكرخ فهاجر من بغداد إلى النجف وكانت النجف في تلك الأيام قرية صغيرة فتوقف عن أداء صلاة الجمعة والشيعة منذ ذلك الحين يعني منذ ألف عام تقريبا بدأ بعضهم يعني يشترط إذن الإمام المعصوم الغائب وأيضا أو إذن نائبه الخاص في الصلاة والبعض تجاوز هذا الشرط الافتراضي الذي لا يجد له سند في الحقيقة لا في القرآن ولا في السنة النبوية ولا في أحاديث أهل البيت فقال بوجوب صلاة الجمعة أو المتطرفون من الشيعة قالوا أنه لا يجوز إقامة الصلاة أو أنها مستحبة أو مكروهة أو مخيرة الآن السيد السستاني يقول مثلا أنها مخيرة بين الظهر وبين صلاة الجمعة ولا يقول بوجوبها لشبهة قديمة حدثت لدى بعض الفقهاء وبعض الفقهاء يعني لا يجتهد في هذه المسألة إنما يقلد العلماء السابقين مع الأسف الشديد وهذه المسألة لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها فضلا عن العلماء آية واضحة وسريحة ولا توجد آيات أخرى ناسخة لها ولا أحاديث ولا شيء من القبيل إنما بعض الشبهات التي تعطل هذه الصلاة وكان يشترطون مثلا البعض كان يشترط الإمام العادل ليس الإمام المعصوم حتى لا يضطر إمام الجمعة إلى مدح العلم الظالمين أو الفاسقين أو المنحركين أو المستبدين فكانوا يعني لا يقيمون الصلاة أو لا يساهمون فيها بعد سقوط صدام قبل حوالي عشرين سنة الشيعة بدأوا يصلون صلاة الجمعة وقبل ذلك الشهيد سيد محمد صادق صدر رحمة الله عليه حتى في عهد صدام وكان يؤدي صلاة الجمعة ولكن لا يمدح صدام فيها ولا يشير إلى النظام حتى هدده صدام بالتوقف عن الصلاة أو القتل ثم قتله فذهب شهيدا إلى ربي في إيران أيضا كانوا يصلون صلاة الجمعة بعد الثورة وقبل الثورة كان بعض العلماء الشيخ المنتظري مثلا أو بعض العلماء هنا وهنا كانوا يؤدون الصلاة وفي العهد الصفوي قبل خمسمائة عام الشيخ علي عبد العالي الكركي أفتى بوجوب أو بجواز هذه الصلاة وكان يؤديها والشيخ عبد المهد الكربلائي وزميله السيد أحمد الصافي في كربلاء هؤلاء كانوا يؤديان صلاة الجمعة منذ عشرين عاما تقريبا إلى أن توقفت الصلاة صلاة الجمعة والجماعة في أثناء وباء كورونا قبل حوالي ثلاث سنوات وعادت صلاة الجماعة ولكن لم تعود صلاة الجمعة وهذا سبب يعني غير معروف البعض كان يربط صلاة الجمعة بالمواعظ السياسية لسيد السستاني وعندما توقف السيد السستاني عن إبداء أي ملاحظة أو نقد أو توجيه أو أي رسالة إلى النظام الحاكم في العراق قال البعض أنه الحكومة لا تستمع إلينا وهذا ليس شرط يعني لا يشترط في سات الجمعة التطرق للمواضيع السياسية كما لا يشترط أنه الآخرون يقبلون أو لا يقبلون يستمعون أو لا يستمعون إنما على الإمام أن يؤدي الصلاة وأن يعظى الناس حكاماً ومحكومين اللي يستمع يستمع والما يستمع أيضاً هو حر في ذلك كنت في كربلاء قبل أيام في الحقيقة وحظى في نفسي أنه لا تقوم على الصلاة فوجهت إلى الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل السيد السستاني في كربلاء والمشرف على العتبة الحسينية هذه الرسالة التي أرجو أن تصل إليه ويستمع إليها أنا بعثتها بصورة خاصة بيد بعض الأخوان ولكن يبدو لم تصل حتى الآن إن شاء الله أرجو أن يستمع إليها ويرتب أثر عليها قلت له بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي يا حبابه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو من الله تعالى أن تكون من السائرين على درب الإمام الحسين في إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ويسرني أن أقدم لك الشكر الجزيل على ما تبدله من جهود خيرة وعظيمة من أجل نهضة مدينة كربلاء المقدسة روحياً ومعنوياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وجهد فعلاً كبيرة بدله والشيخ وأود أن أعرب عن تقديري وسروري البالغين لإقامتكم صلاة الجمعة في العتبة الحسينية مع زميلكم سماحة السيد أحمد الصافي بعد سقوط نظام الطاغية صدام والتي شكلت علامة بارزة على تحرر العراق هذه الصلاة يعني ونهضت الشيعة بإعلاء كلمة الله دون خوف أو وجل أو تملك لأحد وكما تعلمون فإن الله تعالى يأمر بإقامة صلاة الجمعة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نهدي للصلاة ميوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ولم يشترط الله عز وجل في إقامة صلاة الجمعة إذن حاكم أو أمير أو حتى مرجع معين وقد كان الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يقيمون صلاة الجمعة في بغداد حتى منتصف القرن الخامس الهجري ولم يتوقفوا عن إقامتها إلا بعد اضطهاد الشيخ الطوسي وإجباره على الهجرة إلى النجب الأشرى مما أدى إلى ظهور بعض الآراء التي المتطرفة طبعا التي تقول بحرمة إقامتها في عصر الغيبة أو كراهيتها أو التخير بينها وبين الظهر إلا بعد ظهور الإمام المهدي الغائب ولكن أحدا من هؤلاء العلماء لم يقدم أي رواية تدعم رأيه في مقابل الأمر المطلق بالوجوب في القرآن الكريم الوجوب سلاة الجمعة وقد تأسفنا كثيرا لتعطيل صلاة الجمعة في حرم الإمام الحسين أيام انتشار وباء كورونا قبل ثلاث سنوات وكنا نعمل بحرارة عودتكم إلى إقامة هذا الركن العظيم بعد زوال الوباء وقد سمعنا البعض يبرر عدم العودة إليها بسبب عدم تلبية السياسيين لنصائح المرجعية مما أثار استغرابنا لهذا المبرر غير المعقول وغير المشروع والذي لا يوجد فيه قائمة شروط الصلاة علما بأن المطلوب في خطبتي الصلاة الأمر بالتقوى والمعروف والنيع المنكر والدعوة إلى توحيد الله تعالى ولم يشترط أحد من الفقهاء تضمين الخطبة أي نصائح سياسية أو تلبية السياسيين لتلك النصائح ولذا نأمل منكم العودة السريعة لإقامة هذه الصلاة يوم الجمعة القادم وكل جمعة أو استماح لأئمة آخرين بإقامتها في الصحن الشريف إذا هو الشيخ مثلا لا يرى وجوبها أو هناك بعض الموانع فيمكن يسمح أي واحد آخر من الشيخ بإقامتها أو من الناس العادين حتى لا يفترط أن يكون شيخ أو وكيل مرجعية أو مثلا معمم يقيم هذه الصلاة استماح لأئمة آخرين بإقامتها في الصحن الشريف فإن إقامتها في هذا المقام مهمة جدا لإبراز وجه النهضة الشيعية الإسلامية والتخلي عنها هنا في كربلاء يشكل ضربة كبيرة للتشيعي والمرجعية وإذا كانت المرجعية تتريث في الدعوة إليها اليوم أو السيد السلساني لا يرى وجوبها مثلا نرجو منكم التباحث مع المرجعية وإزالة المخاوف التي قد تمنعها من الدعوة إليها البعض يقول هناك خوف من الاستدام مع آخرين أو خوف الفتنة ولا أعتقد بأن المرجعية تخشى التسبب في أي فتنة بسبب إقامة هذه الصلاة التي تقام في النجف والكوفة وبغداد والحلة وسائر مدن العراق بل ستكون أنواناً للوحدة الوطنية الإسلامية وكما تعلمون فإن إقامة الصلاة الواجبة لا تحتاج إلى إذن من أي شخص حتى لو كان مرجعاً أو مرجعاً علىه حيث لا يستطيع أي إنسان أن يتدخل في تعطيل أي واجب شرائي ونحن الآن في شهر رمضان وهذا شهر التوبة والغفران فإذا كنا مقصرين في واجب أو مهملين واجب معين فيجب أن نبادر إلى تصحيح أوضاعنا والقيام بتلك الواجبات ونحن على يقين بأن مبادرتكم لإقامتها سريعاً إن شاء الله ستتوج سجلكم الحافل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والعمل الصالح ويأتكم الله أجراً عظيماً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم المخلص أدعي لكم بالخير وصحتي والتوفيق أحمد الكاتب